ازاي اوكا جماعة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناة اي بوكسي وورلد فيديو النهاردة لاول مرة على قناة اي بوكسي وورلد هتكلم عن نوع جديد من الالوان وهو الالوان السحرية طبعا كلنا عارفين الوان المايكا الوان البيجمنت الالوان الفسفورية الالوان المعتمة وكمان فيه الالوان الشفافة وكمان برضو فيه الالوان القحولية اللي هي بتستخدم للطنقين لكن فيه كمية من الالوان ما ظهرتش معايا على القناة قبل كده ومحدش بيتكلم عنها يعني لو حضرتك شغال في مجال الرزن او مشروع الرزن فانت هيقبلك كميات كبيرة من درجات الالوان واشكال الالوان باختلافها بانواحها باسماء لكن على قناة اي بوكسي وورلد لأول مرة هقولك احنا هنشتغل بالالوان السحرية ايه هي الالوان السحرية الالوان السحرية ديتة مجموعة من الالوان احنا هنشوفها مع بعض هنشوفها مع بعض وبعد كده هنكرر نشتغل بالالوان ديت ولا لأ بتمنى من كل الناس تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عايزين نوصل مئة الف فنان على القناة مئة الف مبدع علشان نوصل صوتنا ونكون الاول في مصر والوطن العربي بتمنى ديكم دايما التوفيق ودلوقتي يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا في البداية انا هبدأ دلوقتي في الفيديو ده ان انا اجيب الادوات الرسمية والادوات الاساسية اللي انا ببدأ بيها اي فيديو بيظهر على القناة والمفروض ان اي مبتدق بيبدأ في موضوع الرسم انه يشتغل بنفس الادوات اللي انا بشتغل بيها اللي هي الميزان الحساس والكوباية البلاستيك ومادة الرسم بتاعتك واي حاجة تقلب بيها الرسم طيب ملحوظة يا جماعة حضرتك لما بتيجي تقيس النسب او توزن النسب بتاعتك المفروض يكون معاك ميزان حساس مش سترينجة وانا اتكلمت في الموضوع ده كتير علشان الناس اللي بتدخل تسألني تمام؟ اول حاجة انا اخترت نوع الرسم اللي انا هشتغل به بكمية محددة بنسبة محددة والمفروض ان حضرتك لما تيجي تحط الرسم على المصلب المفروض انك تقلب بالراحة وفي اتجاه واحد لمدة لا تقل عن خمس دقايق لعشر دقايق طيب الناس اللي بتقلب في وقت دقيقة ودقيقتين وبتسيب المادة ممكن حضرتك جزيقات الرسم مع المصلب ما تندمجش مع بعض فبالتالي ده بيكون عامل ان مادة الرسم بتاعتك او الشكل النهائي بتاعك ما بينشفش وده برضو من المشاكل اللي بتواجه الناس المبتدأة وما بيكونوش عارفين الحل فين بالظبط نيجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده من اهم المراحل اللي بتظهر معي على القناة وانا معرفش الناس بتهميلها ليه كن ان حضرتك بتجيب زيت الجونسون وبتنظف بيه القالب او بتلمع بيه القالب ده مرحلة مهمة لان انت ممكن يكون فيه جزيقات من الاتربة موجودة في القالب بتاعك انت مش شايف فبالتالي المفروض انك تنظف القالب بتاعك قبل ما تصب بحوالي عشر دقايق او ربع ساعة طيب ايه كمان فايدة زيت الجونسون يعني زيت الجونسون ده غير ان هو بينظف للقالب هو بيحافظ على عمر القالب بتاعك يعني لو هتصب بخمس صبات ممكن يصب لك ثمان صبات سبع صبات الكلام ده كل فانت بتحافظ على العمر القالب وكمان بتحافظ على الاشكال اللي انت بتطلحها في النهاية نيجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة ديت هي الالوان السحرية اللي هي اساس الفيديو ده الناس بقى اللي امتبعاني على القناة من البداية هتعرف ايه هي الالوان دي طيب الناس الجديدة مش هتكون عارفة ايه هي الالوان ديت طيب انا بقى هعملها ايه هعملها زي اه مسابقة او سؤال للي يعرف ايه هي الالوان دي. انا دلوقتي جبت اللون الموف او اللون البنفسيجي سموه زي ما تسموه من الالوان السحرية ديت هبدأ ان انا اخد كمية محددة او كمية من اللون ده. يعني مسلا انا قدام حضرتك جبت كوباية الرزن وجبت نقطة نقطتين تلات نقط هبدأ بقى خلاص يعني اللون موف هبدأ ان انا اقلب اللون بتاعي مع مادة الرزن. لاحظ حضرتك ايه اللي هيحصل معي? اللون يا جماعة بيتحول يعني انت هطيت لون وانت متوقع انك هتشتغل بلون واللون ده عجبك جدا جدا جدا. فجأة اللون تحول معاك للون تاني. طيب ايه اللون اللي تحول? يعني تحس ان هو كشمير تحس ان هو بينك تحس ان هو مش عارف اللون فاتح كده غير الموف اللي احنا عارفينه غير البنفسيجي اللي احنا عارفينه. يعني حاجة غريبة اول مرة تظهر اول مرة شوفة ان اللون يتغير يعني اعطوله عمرنا بنعرف ان الالوان سابتة. ايه ايه فكرة تغيير الالوان دي حصلت ازاي? يبقى اللون ده سحري. اللون ده في حاجة بتلعب فيه. اللون ده في حاجة يعني بتخليه الجزئات بتاعته تلعب في بعضها بنسبة كبيرة انها تغير اللون بتاعتها. بنيجي للمرحلة اللي بعد كده وانا بقى خلاص يعني اللون اتغير واعتبر بالنسبة لي لون سحري. تمام? هبدأ بقى خلاص يعني انا مش هرمي اللون. لا هحاول ان انا اشغله مع ورق الفضة. فبالتالي انا دلوقتي جبت ورق الفضة وانا قلت لحضرتك ان في من الاوراق ديت ورق فضة وورق دهب وورق نحاس. فبالتالي احنا على القناة اشتغلنا بورق الفضة وورق النحاس وورق الدهب كتير في فيديوهات كتيرة قبل كده المفروض ان حضرتك لو مش عارف شكلها ترجع للفيديوهات اللي فاته. طيب نيجي برضو للمرحلة اللي بعد كده اللون سحري تاني. يعني اللون كمان من درجات الالوان ديت اللي الناس اللي هي متابعاني من البداية هتكون عارفة ايه هي الالوان دي برضو انا زي ما قلت لك هحيرك اللي هو لازم تشوف معي العظمة اللي انا بشوفها في الفيديو وانت برضو بتتفرج معي. انا ضفت اللون يعني خلاص اخترت نقطة نقطتين تلات نقطة هبدأ ان انا اقلب. اللون راح فين انا مش عارف. يعني انت حضرتك حطيت لون على اساس ان هو هيلول لك الرزن. بس اكتشفت في النهاية انك بعد ما قلبت ان مفيش لون اساس. ده عمرها ما حصلت. حصلت ازاي? حصلت مع مين? يعني انا مش عارف فكرة ان في لون انا حطيته. لا ده مش موجود. يعني يا جماعة شيء لا يعقل اساسا ان حضرتك تشتري الوان وتيجي تعملها مع الرزن ما تلاقيش الوان اساسا ازاي? نجي للمرحلة اللي بعد كده جيبت لون تالت على اساس بقى خلاص يعني ممكن اللون يتحول. لا في النهاية انا اخترت اللون الاخضر ده وبرضو هبدأ اقلب في مادة الرزن بتاعتي مع اللون ده. لكن في الحقيقة ان اللون ده بقى لا تغير ولا طار. فضل زي ما هو اللون الاخضر. يبقى كده مع حضرتك. في كزا لون بيغيروا اللون بتاعهم وتعتبر الوان سحرية بالنسبة لي او بالنسبة للناس اللي بتتفرج عليها الاول مرة. نجي للمرحلة اللي بعد كده والمرحلة اللي بعد كده ان انا برضو هبدأ اشكل القطعة بتاعتي بورق الفضة. ورق الفضة ده جميل جدا جدا هو متاح على القناة لكل الناس اللي عايزة تشتريه. تمام? هبدأ برضو ان انا اقلب الالوان بتاعتي مع الورق الفضة في كوبايت الرزن. طيب سؤال علشان برضو الناس اللي لسه مبتدئة. هل الرزن عامل اساسي في ان اللون يتغير او اللون يتير? ده برضو انا مش هجاوبك عليه وهنجاوبه فيديوهات كتير جاية علشان حضرتك لازم تعرف كل الاسئلة. يعني انا هجمع لك فيديو فيديو الاسئلة. فيديو مهم الاسئلة اللي بتنزل لجماعة اسئلة مهمة لكل الناس المبتدئة. هبدأ دلوقتي ان انا اجيب قالب السيليكوم بتاعي والمفروض ان انا اصب بمادة الرزن بتاعتي بنسبة اللي هو لحد اخر القالب علشان حضرتك ما تضطرش انك تصنفر في النهاية لازم تصب الاخر القالب وبعد كده بعد اربعة وعشرين ساعة بعد تمانية واربعين ساعة على حسب نوع الرزن بتاعك انت بتبدأ انك تطلع الشكل بتاعك. بتصب واحدة واحدة بتصب بالراحة وتحاول انك الرزن اساسا ما يطلعش برا القالب تحاول بقدر من الامكان انك تصب بطريقة كويسة علشان ما تتعبش نفسك في النهاية. في النهاية انا وريتك لونين حلوين جدا 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 تلات الوان بنحاول ان احنا نعمل شكل شكلين تلات اشكال علشان نشوف في النهاية الاشكال ديت هتبقى عاملة ازاي? لما تتصد. تابع معي الفيديو ده للنهاية وما تنساش تعمل وشير. بعد كده المفروض ان حضرتك بتسيب قلب السيليكون بتاعك زي ما قلت لك اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة جماعة على حسب نوع الرزن. لان مش كل انواع الرزن هتتصلب مسلا بعد اربعة وعشرين ساعة. لا في انواع رزن ممكن تتصلب بعد تمانية واربعين ساعة ممكن تلات ايام. فالمشكلة بتكون ان الناس لسه مبتدقة فمش عارفة يعني فكرة ان في انواع. فاكرين ان مثلا النسب واحدة. فاكرين ان النسب كلها او الانواع كلها بتنشف خلال اربعة وعشرين ساعة والمعلومة دي تخاطئة. لازم حضرتك تقرأ على العبوة بتاعتك النسب بتاعتها تشوف هي بتنشف خلال قد ايه. علشان بعد كده انت تكون عارف لما تيجي تطلع القطع بتاعتك تطلعها امتى بالزبط علشان ما تبوصي الاشكال بتاعتك. انا النوع بتاعي بعد اربعة وعشرين ساعة هبدأ اطلع القطع من الآلة. زي ما باين وواضح قدام حضرتك كده. الشكل هطلعه. سليم. الشكل ناشف تماما. ما بيلزقش. ما فهوش اي نسبة ليونة. الشفافية واضحة جدا جدا جدا. الالوان اللي انا قلتلك انها الوان سحرية اللون بتاعتها تحفة. يعني انا كنت متوقع ان اللون ده هيكون وحش. بصراحة اللون تحفة جدا 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 في الحقيقة. يعني يا جماعة بجد الصورة او الفيديو ظلم القطع اللي طلع معي. القطع بيور جدا. وانا كمان هوريلك في اخر الفيديو. يعني حاول انك تشوف برضو القطع ديات في النهار. لما اصورها في اخر الفيديو هتكون شكل اعمل ازاي. برضو اللون الاخضر. لون تحفة جدا جدا جدا. مدي شكل مع ورق الفضة. بصراحة القطع فوق وتحت مش عايزة اي حاجة. يعني شوف بقى انا بقول لك. لازم تطلع القطعة بتاعتك من قلب السلكم بنفس الشكل بنفس الطريقة بنفس الامكانيات بنفس الاسلوب. مفيش نقطة بابلز. مفيش اي مشكلة. لو حضرتك مشيت بنفس الخطوات اللي انا بقول لك عليها على القناة. علشان كده انا بتمنى من كل الناس يا جماعة اللي فايتوا اي حاجة المفروض يشوف الفيديوهات اللي فات. برضو الشكل التالت. اللونين. لونين تحفة مع بعض. الشكل جميل. ورق الفضة مدي شكل. مدي اسلوب في القطعة. يعني انا بصراحة مبسوط ان انا عملت فيديو زي ده. اول مرة يعني احس ان القطعة فعلا تستهل انها تتصور اكتر من مرة واطول فيها. علشان الناس تبقى وعارفة ومتأكدة ان مثلا الشغل النهائي بيكون شكله جميل. انت مثلا لو طلعت شكله وحش. هو بيكون عيب منك او عيب انك مثلا لسه معرفتش تشتغل صح. زي باقي الناس المحترفة او المبتعة اللي بتشتغل. في النهاية انا هسيب لك الفيديو ده وهسيب لك الفيديو اللي هو في النهار. يعني هو بين قدام حضرتك دلوقتي. علشان تشوف برضو معي العظمة اللي ظهرت على القناة. بتمنى من كل الناس انها تدعمني وما تنساش تعمل لايك والشير والسبسكرايب. يا جماعة استنوا فيديوهات كتيرة جدا 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 جاية الفترة الجاية ان شاء الله. واي حد له سؤال يدخل يكلبني على الواتساب او يسيب لي كومنت تحت الفيديو ده. بتمنى ليكو دايما التوفيق. انا كده خلصت الفيديو بتاعي. اشوفكم في فيديو جديد. ان شاء الله. اشتركوا في القناة.